تزامنا مع ذكرى الـ 71 لعيد الشرطة أوفدت وزارة الداخلية عددا من الدباط لزيارة المستشفيات ودور رعاية الأيتام والمسنات واستقبال نزلاء هذه الدور بأندية الشرطة للاحتفال معهم بعيد الشرطة كما وصل رجال الشرطة توزيع الورود على المواطنين بالشوارع نحن ولادك يا بلادي تجرف دمنا نحن اللي لما بتندينا معاك كلنا على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71 تواصلت زيارات وفود من رجال الشرطة إلى المرضى بالمستشفيات للاحتفال معهم بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي تجسد تلاحم الشرطة مع الشعب فهنا بالمعهد القومي للأورام قدم طلبة كلية الشرطة هداية تذكارية إلى المرضى من الأطفال من من يتلقون العلاج بالمعهد وكذا ذويهم في أجواء احتفالية ساهمت في رفع الروح المعنوية للمرضى تصرفنا بزيارة الأكاديمية الشرطة تم تعودين عليها كل سنة تدي دعم نفسي وفرحة وبهجة للأولاد المرضى عندنا حساب فرحة ما ساعتنيش صراحة يعني وبتسامع وملأ قلوب كل واحد فينا فرحة وباجة تجئنا بطلبة كلية الشرطة بصراحة فرحونا خالص وفرحوا الأطفال خالص واتبسطوا معاهم ولعبوهم ووزاوا عليهم الهدايا الجميلة دي بشكرهم خالص وبشكر طلبة طلبية كلية الشرطة وبشكر كل اللي كانوا موجودين معانا بصراحة وبشكر وزارة الداخلية على الهدايا الجميلة دي وكل سنة ونتوا طيبين بمناسبة 25 يناي كما وصلت مدريات الأمن احتفالها بهذه المناسبة من خلال إيفاد مأموريات إلى عدد من المستشفيات بنطاقها وتقديم هدايا للمرضى بها أشكر الشرطة لأنها جتنا ودعمتنا وجابت لنا هدايا ونشكرهم من كل قلبنا ويربنا يخليهم لي يا بصري اللي شمسك لا يمكن كريب أنا جنبك تملي ومنك كريب هندي لك عدية وقد المسؤولية وشرطة شعب إحنا قدنا واحدة على الغرف كما تم إيفاد مأموريات إلى ضر رعاية المسنين للاحتفال معهم بعيد الشرطة حيث تحرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم لهم بصفة دائمة ووقتي لما تحتاجينا إحنا دايما هنا لمر حسيت بخوف وقد الصروف ما فيش أي قوة تهسنا حالي بنشكر وزارة الداخلية أني جت لنا النهاردة وشرفتنا الدار وبتراعي المسنين بطريقة كويسة جدا وبش أول مرة تجيلنا كل مرة بتجيلنا ويجيب لنا هدايا كويسة جدا هم وزارونا ورعونا ورحبوا بينا يعني كما تم استحاب نزيلات دور رعاية المسنات إلى أندية الشرطة للاحتفال معهم بعيد الشرطة في أجواء غلبت عليها الفرحة والبهجة اليوم النهاردة جميل جدا بالناس اللي معانا الناس اللي شرفونا الناس اللي ما بينسوناش أبدا أنا مبسوطة وسعيدة جدا اللي أنا مع الشرطة بشراحة ما يستيبننا في أي مناسبة بييجوا في العيد وييجوا في أي مناسبة تختر على بالك تلاقي الشرطة بصراحة يجونا ويدونا هدايا ورفعين نحنا أنا مبسوطة جدا نهاردة الناس معانا وبتحبنا وبتسندنا وأنا أول مرة كمان أطلع مع وزارة الداخلية رحلة على النين الزباط بيعملوا ويانا بصراحة ربنا كل خير ما بيصوبوا ناش وبيجبوا لنا هدايا ورفعين رأسنا في بلدنا بصراحة ربنا إيديهم ما بتملس علينا كده إحنا بنحس بالطمأنينة في بلدنا وأستقبلت أندية الشرطة عددا من الأطفال لنزلاء دو الرعاية الأيتام وتم تنظيم احتفالات وفقرات ترفيهية لهم في إطار الدعم المقدم لهم من وزارة الداخلية على مدار العام وأكذا استقبلت المواقع الشرطية الأطفال من نزلاء هذه الدور لتعرفهم بدور بعض القطاعات والإدارات الشرطية المختلفة في خدمة المواطنين